السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان اصبحتكم بخير. كل شيء مزيان. اتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. اخوان يوم ان شاء الله عندي معكم هذا الفيديو جديد. فيديو اللي صراحة ما هيكونش في البكتيريو. يوم ان شاء الله سننظروا الى الغضة الدراقية او التغويد. انا اعطوا لها معلومات. تشكين انشي ناس اه سواء الناس عندهم علاقة بالدومين او لا. ما عندهمش علاقة بالدومين. او انشي ناس مساكن عندهمش واحدة لعائلة مريض او لش حاجة. كيبهوا يعرفوا معلومات على المعرض. ما هي ما يلقوهاش ما فيه باش اشاركم عمد معلومات هادو. اخوان هننظروا اليوم في الفيديو ان شاء الله. اه شنا هي الغضة الدراقية كيف اش يتخدمها. ما كنت يقول لها خدمة. ما كنت يقول لها خدمة. ما كنت يقول لها متخدمة. اه شنا ما الهرمونات لكات فرنس. اشنا ما الهرمونات اللي كي يحفزوها باش تخدم. اشنا هم التحالي اللي كي اللي كي يطالبوه. وشنا ما ضوكوا الاخوان كيفاش نقرأوهم. ضوكوا اخوان خلوكم معاية الاخر دي الفيديو باش كل شي يستفد ان شاء الله. ضوكوا الاخوان اه الغضة الدراقية اللي هي واحدة. الغضة كتكون عندنا هنا في العنق ديانه. كتكونش على شكل فاراشة. بشكل دياله بشكل فاراشة. هاد الغضة الدراقية كتفرس واحدة لدي الهرمونات اللي هما مهمين بزيف. اللي هما التطروع والتيكاتخ والكالسيتونين. هاد الكالسيتونين يا اخوان ما غادش نتعمقوا فيها بزيف لان هي عند علاقة بالميتابوليزم ديال الكالسيوم. دونك ماشي موضوعنا. دونك مكيلش ننظروا فيها بزيف. كاملين اخوان من اللي كنسمعوا او لا. من اللي كي جيبانا ولي تقولين ويقولين حتى الغضة الدراقية والتيكويت كي جيبانا تطروية الاكاتخ لتاس اش. انا تطروية الاكاتخ كنا عرفنا عندما كتفرزون احد الهرمونات كتفرزون من غضة الدراقية ولكن تاس اش ماي? تاس اش اخوان اه هي واحد الهرمون كتفرزوا الغضة النخامية كي ينفى الدماغ وهه حد الهرمون مهم بزيف لحقا شواؤه الهرمون محفز للغضة الدراقية. بالشرح هو شي كتر. مثلا عندنا الغدة النخامية عفوا عندنا الغدة الدراقية ما خدمش مزيين. يعني عندنا كساف الغدة الدراقية. الغدة النخامية كتصافت لها ميصاش كتقول لها حسك تخدمي. يعني كتخصك تزيد في الخدم شوية. وإلا كانت الغدة الدراقية خدمة بزيف. كتصافت لها ميصاش الغدة النخامية كتقول لها حسك تنقصي شوية من الخدمة. هنا ما غادش نتعمقه كثير حتى شكينا واحد. واحد الغدة آخر اللي هي إيبوتالاميس هي كتتحكم في الغدة النخامية براسة. ما غادش نتعمقه بزيف. لأن اللي نقدرون نستنجوه منها هو واحد العلاقة كبيرة ما بين الخدمة دي الغدة النخامية. والخدمة دي الغدة الدراقية. اه الدراقية. لو كالاخوان الغدة الدراقية عنده واحد من خلال الشيكارنة عنده واحد الخدمة مهمة بزاف من خلال هذوك الهرمونات اللي كتفرز. لو كتخدم وكتقيس بزاف دي الوظائف في الجسم. مثلا كتتحكم في في دقات القلب. كتتحكم في سرعات تنفس في الوزن دي الجسم. في الدور الشريعي عند النساء. الجهاز العصبي وبعدما يكون عندها تعالقها بالمستوى دي الكوليستيرو. دونك مدام هي عند هاد الخدمة هذي دونك غالبا يكون عندها اعراض. او في المقابل كيكونوا اعراض. دونك الاخوان انا نعطوا الأحضاء عشان. سواء اقول الملك يكون عندنا كسر في الغدة الدراقية عن مخطأة مفيد تمزيل او لا من لي كون عندنا الغدة الدراقية تحتحت فترة من الجهاز ديالة. دونك ما تكون مخطأ مưaزيل noveray ؟ كيكون الجسم كامل كمشي Glasgow يعني متق수가 يا جميع السايقين من جواء جميع انسان كيكون متياكوش اغياد وازلتها اغلاض. الدورة الشعرية لم تكون اتبقاش مناتحة مع الان نساء. ودده تم التحجز على الدورة الشعرية كيكون تيقلال اعلم في المفاصيل التركيز يمشي يكون خمول كل شيء تقيل في الداخل وعلى عكس يكون لدينا الغداء الدراقية اكثر من قهازية هذا الاعراض يعني كل شيء مزروف في الداخل كل شيء يكون مزروف واهم حاجة في اهم حالة ولا اهم علامة في هذا الحالة من اللي تكون غداء الدراقية اخدام اكثر من القياس يكون بروز العيني يعني الله يحفظ الانسان يكون بلك عينية فيتين بلاصم يعني خير جين بزاف اذا اخوان احد الشيء تقريبا دول معلومات لا نقدر نقول عليها معلومات بساط ومهمة ندوزوا اللي هو اهم او اللي هو اساسي كيفاش نقرأ التحاليل هذه الحالة يمكننا أن يكون مشكلة في الغضة الدراقي بنفسها أو لا يكون مشكلة في الغضة النخامية أو الغضة الأخرى الإبوتالاميس هذه الحالة الأولى يخرجوا في التحاليل الغالب التحاليل الذي يدعونه هو الغالب التحاليل يتطرق و تكاسح نازلين و تكاسح نازلين و تكاسح نازلين لماذا؟ لأنه قلنا أننا لدينا إبوتالاميس يعني أن يكون في الغضة الدراقية يعني أنه لا يعمل مزيد لذلك الهرمونة التي تفرزها سيكونوا ناقصين على عكس تكاسح نازلين حتى الغضة النخامية تصيفت لها يعني تحفزها تصيفت لها تكاسح تقول لها أن يتخدمي الآن هنا هذا الاحتيمال والاحتمال الثاني يكون هو المستبع الأخوان هذا الاحتيمال الثاني يكونوا تكاسح و تكتر و تكاتح بثلاثة هارتين وهذه الحالة لم تكون قاعد تقريبا هذي الواحد في المئة أو الواحد في الآلاف التي تكون هذه القضية يكونوا بثلاثة هارتين يعني المشكل يكون فوق سواء في الغضة النخامية أو لإبوتالاميس لأن الغضة النخامية هي التي تحفز هذه الغضة الدراقية لكي تحفز الغضة الدراقية يعني الغضة الدراقية لا تحفز لكي تحفز من المشكلة لا تقريبا لكي تحفز بشكل سمش إبوتالاميس ستوكي تضيف يعني الغضة الدراقية موافز و هذي حالي يكون لدينا احتمالات وゲضة الدراقية يعني كي يكون في الوضع المشكلة احتمالات احتمال في الواحد لدينا ومعضة الدراقية المشكلة يكونwealthم يعني موافز الغد النخامية تنقص من تحفيز هذا ليس لذلك التأس اش نازل يعني كتبالي الغد الدرقية تنقص لذلك التأس اش يعني التأس اش ينقص وهي تنقص لذلك التأس اش هذا الشرح مبسط يعني لا يجب أن نتكرنا الآن ندوز الاحتمال الثاني الذي هو مستبعد يمكنت صعبة لكني من التأس اش يكون البحرات ثلاثة طلعين وشيء simpahan فلقى ايدي ثلاثة طلعين رأيب الشخصي انظر أنا أحبطت بثلاثة طلعين لهم الثالثة للابراطاور الذين أطمئنا معاملين تعتقدوا بيولوجيست لكي أتعامل لا تطعب يقول لك انها حالة تقريبا وليس قليلا احتمال الثلاثة ثلاثة تأس اش يكون في الغد النخامية هي التي تحفيز كثير من القياس وبالتالي يجب أن تحفيز كثير من القياس تحفيز كثير من القياس بالنسبة لي الأهمية لهم والأهم شيء يمكنني أن نفعون بها هي حالة لأطفال الحديثي للولادة مثلا تكون لديهم كسلغ الضرقية عند الأطفال الحديثي للولادة التي هي ابو تغويدي نيونة طعال هذه الحالة لك تؤدي الأخير هنا خطيرة بكثير من الوقت لدي الان المهم في المسا أنه لم يتم تفقدت بها في كل مستعدات الآن لم يتم تفقدت المساعدت يمكن أن تحفيز كثير من المساعدة ما يسمعون له هذه الحالة ليس لديهم يعني هل يتحفيز كثير من الطريق فالتالي سيقوم البعض لماذا؟ لان هذه القضية كثيرا فقد لاحظت للابورتول لا تسوقوه لها يعني وقت لي بعين مثلا ما نقولوش باين يصوروا الفلوس و لكن قدروا نقولو ما ما عارفين شو لش هاجا يعني كي جادم واحد تس اش بيدر تس اش مال خمسة العشية وكيدروا لي تس اش ها الاخوان الناس اللي كي سمعوني اخدام في اللابورتول تس اش كدير في الصباح لماذا لانه تس اش كتبط في العشية مورا ديك الواحدة الجوج كتبط اللي بيدر تس اش كديره في الصباح يعني مو احتمال انواد القادية تقدر ترجع لك انتاق لانه ممكن باسو يكون عنده تس اش طالة و جادارة عندك خمسة العشية و هادك تس اش هبط له ومشي يدره في بلاس اخرى و يلقاء طالة يدره في الصباح و يلقاء طالة و يرجع لك يقولك حطاعت لي في النتيجة اخوان تس اش كدير في الصباح لماذا انه تس اش في العشية كتكون هابا كتبط فرز بالسيف يستحسن تديره في الصباح اخوان هاته الشي اللي كين بالنسبة للغدة الدراقية او لا تغويد اه نتمنى نكون وش رحمي لكم اش حاجة اخوان فعادكم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته و نتلقوا فيديو جهة ان شاء الله اشتركوا في القناة